اشتركوا في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات اول باول ايضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من اصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف ايضا احنا اضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لالكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فاي حدا حابب يدعم القناة بامكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع هتلاقوه موجود في الوصف اسفل الفيديو ايضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف ايضا اسفل الفيديو وبتمنى ان كنت تطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف اسفل الفيديو هتفيدكم كتير وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ حنسمع للكلمات الجديدة وحنكررها عشان نتضرب عليها ايضا نسمع Period 1 Activity 1 Alone Embarrassed Horrible In fact Natural Scared Support Worried Word formation Worry Be worried Scare Be scared Embarrassed Be embarrassed Neigeel Alon بمعنى وحيد He lives alone هو يعيش وحيدا Embarrassed Embarrassed بمعنى محرج I've never felt more embarrassed أنا لم أشعر من قبل بمثل هذا الإحراج Horrible بمعنى فضيع The coffee tasted horrible In fact بمعنى بالواقع I used to live in France In fact Not far from there لقد اعتدت العيشة في فرنسا في الحقيقة ليس بعيدا عن هنا Natural بمعنى طبيعي وهي جاية من كلمة nature طبيعة She was the natural choice for the job لقد كانت الاختيار الطبيعي للوظيفة Scared بمعنى خائف She is scared of going out alone هي خائفة من أن تذهب للخارج وحدها Support Support بمعنى يدعم I'll support Ali tomorrow سوف أدعم علي غدا Worried Worried بمعنى يشعر بالقلق Don't look so worried لا تشعر بالقلق زي ما احنا شايفين عندي في الورد فورميشن Worry جاى منها Be worried يكون قلقا Scared معنى يخاف Be scared يكون خائفا Embarrass يحرج Be embarrassed يشعر بالإحراج Activity 2 Describe the pictures on page 65 هنوصف الصور في صفحة 65 نيجي نشوف الصور هذه هي الصور الثلاثة الموجودة زي ما احنا شايفين في عنده بنتين بيلتقوا في بعض وبيمشوا مع بعض نرجع لوصف الصور في هذه الصور الثلاثة تينا وناديا يظهرون مشاعر مختلفة للغاية تينا تبدو منزعجة للغاية وناديا ترى ذلك للتو تينا تبدو غاضبة للغاية وهي تصرخ على نادية نادية لا تقوم برد الصراخ يعني تصرخ عليها وهي فقط تشعر بالقلق في الصور الأخيرة الفتاتان كلتا هما تشعران بالسعادة الغامرة مع بعضهما البعض حنسمع للمحادثة بعدها رح نيجي للشرح نيجي نسمع اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نادية تحكي مرحبا تينا ما هي الأخبار من المستشفى؟ كيف حال تم؟ لقد كان أفضل بكثير عندما زرناه الليلة الماضية نادية عظيم وأنت تبدين سعيدة الآن أو أكثر سعادة لقد كنت منزعجة للغاية البارحة صباحا نعم أنا كنت حقا خائفة نادية حسنا إنه رائع أنه لا يجب أن تقلقي الآن تينا اسمعي نادية أنا أريد أن أعتذر عن البارحة نادية نادية أو بسبب أنك صرختي أتركيني لوحدي تينا نعم أنا أعرف أنك كنت تحاولين دعمي كصديقة جيدة نادية well I always want to help when a friend is upset حسنا أنا دائما أريد المساعدة عندما يكون صديق منزعج تينا and I was horrible back to you وأنا كنت فضيعة أو مروعة لكي I am really sorry أنا حقا آزفة نادية I was only natural so don't worry it was only natural so don't worry really لقد كان شيئا طبيعيا فقط لذلك لا تقلقي حقا تينا you see I sometimes say the wrong thing when I get upset تينا كما ترين أنا بعض الأحيان أقول أشياء خاطئة عندما أصبح منزعجة and when I think about it later وعندما أفكر بها لاحقا I always feel bad and embarrassed too أنا دائما أشعر بالسوء والإحراج أيضا نادية it's fine لا بأس I understood completely and I wasn't angry لقد تفهمت ذلك بشكل كامل completely ولم أكن غاضبة تينا thanks نادية شكرا نادية نادية you see when people are friends كما ترين عندما الناس يكونون أصدقاء they don't have to hide their feelings in fact they shouldn't hide them عندما يكون الناس أصدقاء لا يجب أن يخبئوا مشاعرهم أو يخفوا مشاعرهم في الحقيقة يجب أن لا يخفوها تينا you really are a good friend نادية أنت حقا صديقة رائعة نادية activity 2 answer the questions نجاوب على الأسئلة why was تينا worried about Tim yesterday لماذا كانت تينا قلقة على Tim البارحة because he was in the hospital لأنه كان في المستشفى 2 how did she speak to نادية كيف تكلمت مع نادية she was horrible to hear لقد كانت مروعة ومفزعة بالنسبة لها 3 what does she want to say to نادية now ماذا تريد أن تقول لنادية الآن she wants to say sorry تريد أن تعتذر 4 how does نادية feel about what happened كيف تشعر نادية حول ما حدث she understands and she isn't angry هي تتفهم ولا تشعر بالغضب حنضيف كلمات على الجمل طبعا حسب المعنى المناسب للجملة 1 who are you going to the party with مع من ستذهبينا إلى الحفلة I'm not going with anyone أنا لن أذهب مع أحد I'm going alone أنا سوف أذهب لوحدي 2 فؤاد is trying to get place in the national basketball team فؤاد يحاول أن يحصل على مكان في فريق قرة السلة الوطني yes and his dad is supporting him a lot نعم ووالده يدعمه كثيرا he takes him training everyday هو يأخذه للتمرين كل يوم 3 منيرة always tries to help Amr but he just attacks here منيرة دائما تحاول مساعدة عمر ولكن هو فقط يقوم بمهاجمتها yes she is so nice to him and he is so horrible back نعم هي لطيفة للغاية معه ولكن هو مروع بالنسبة لها 4 what do you think about that new building do you like it ماذا تظن حول البناء الجديد هل تحبه well no i don't like it very much حسنا لا انا لا احبه كثيرا in fact i really dislike it a lot في الحقيقة انا اكرهه كثيرا 5 فاطمة never talks to anyone فاطمة لا تتكلم مع اي احد it isn't natural هذا ليس طبيعي well some people are just very quiet حسنا بعض الناس هم فقط هادئون للغاية not everyone talks all the time like you لا يتكلم الجميع طوال الوقت مثل ما تفعلين انتي 6 i'm worried i think i did badly in that science test انا قلق انا اظن انني اديت بشكل سيء في امتحان العلوم you shouldn't worry about it انت لا يجب ان تقلق بخصوص ذلك you can't do anything about it now انت لا تستطيع فعل اي شيء حول ذلك الان 7 what sort of things embarrasses you ما نوع الاشياء التي تحرجك i'm always embarrassed when i stand up in front of everyone and speak انا دائما احرج عندما اقف امام الجميع واتكلم 8 do any animals scare you هل تخيفك اية حيوانات yes snakes نعم الافاعي i was really scared when i saw a snake very near me in the woods last month نعم لقد كنت خائفا للغاية عندما رأيت افعى بجواري في الغابة الشهر الماضي activity 2 listen and check then practice in bears هنسمع للجمال نتأكد من اجوبتنا بعدها نتمران عليهم ونعيدهم نيجي نسمع who are you going to the party with i'm not going with anyone i'm going alone 2 فواد فواد is trying to get a place in the national basketball team yes and his dad supports him a lot he takes him training every day 3 منيرا always tries to help amir but he just attacks her yes she's so nice to him and he's so horrible back 4 what do you think about that new building do you like it well no i don't like it very much in fact i really dislike it a lot 5 fatima never talks to anyone it is a natural well some people are just very quiet not everyone talks all the time like you 6 i'm worried i think i did badly in that science test you shouldn't worry about it you can't do anything about it now 7 what sort of thing embarrasses you i'm always embarrassed when i stand up in front of everyone and speak 8 do any animals scare you yes snakes i was really scared when i saw a snake very near me in the woods last month activity 3 read again and answer the questions هنقرأ مرة ثانية ونجاوب على الأسئلة 1 what were tina's feeling about tim yesterday morning ما كانت مشاعر تينا عند tim البارحة صباحا she was scared لقد كانت خائفة 2 how does she look now كيف تشعر الآن she looks happier تبدو سعيدة أو أسعد 3 when did her feelings change and why متى تغيرت مشاعرها ولماذا feelings change her feelings changed when she visited her brother yesterday مشاعرها تغيرت عندما زارت أخوها البارحة 4 why does tina want to say sorry to nadia لماذا تريد تينا أن تعتذر لنادية نادية was trying to support her نادية كانت تحاول أن تساعدها and she shouted at her وصرخت عليها 5 what was nadia trying to do when tina was upset ماذا حاولت نادية أن تفعل عندما كانت تينا منزعجة she says the wrong thing نادية was trying to support her لاحظوا أن إجابة السؤال الرابع والخامس مبدلين مع بعض فالإجابة الصحيحة للسؤال الخامس هي نادية was trying to support her 6 how does tina sometimes act when she is upset كيف تتصرف تينا في بعض الأحيان عندما تكون منزعجة she says the wrong things هي تقول الأشياء الخاطئة 7 how does she always feel later كيف تشعر دائما بعد ذلك she feels bad and embarrassed تشعر بالسوء والإحراج 8 how does nadia think that friends should act towards each other كيف تعتقد نادية أن الأصدقاء يجب أن يتصرفوا اتجاه بعضهم البعض they shouldn't hide their feelings لا يجب أن يخفوا مشاعرهم activity 4 listen again and practice the conversation حنسمع مرة تانية ونتمران على المحادثة نيجي نسمع period 1 activity 3 and activity 4 2 days ago Tina's younger brother fell from a tree and hurt himself badly hi Tina what's the news from the hospital how's Tim he was much better when we visited him last night great and you look happier now you were very upset yesterday morning yes I was really scared well it's fantastic that you don't need to worry now listen Nadia I want to say sorry for yesterday oh because you shouted leave me alone yes I know you were just trying to support me like a good friend well I always want to help when a friend is upset and I was horrible back to you I'm really sorry it was only natural so don't worry really you see I sometimes say the wrong thing when I get upset and when I think about it later I always feel bad and embarrassed too it's fine I understood completely and I wasn't angry thanks Nadia you see when people are friends they don't have to hide their feelings they don't have to hide their feelings in fact they shouldn't hide them you really are a good friend Nadia period 3 period 3 تحكي عن when أداة الربط when هنيجي نشوف استخدامها في period 3 هنيجي نقرأ الأمثلة I always want to help when a friend is upset أنا دائما أريد المساعدة عندما يكون صديق منزعج when زي ما احنا شايفين بمعنى عندما 2 when I think about it later عندما أفكر بها لاحقا I always feel bad أنا دائما أشعر بالسوء 3 when people are friends عندما يكون الناس أصدقاء they don't have to hide their feelings هم لا يحتاجوا أن يخفوا مشاعرهم لاحظوا أن كلمة when نستخدمها بمعنى عندما وبييجي بعديها أو قبليها جمل في البرازنت سيمبل فدائما بيجي بعديها جمل في البرازنت سيمبل زي ما احنا شايفين نيجي نشوف القواعد اللي تحت one all of the sentences have two parts جميع الجمل لديها جزئين يعني الجملة بتتكون من جزئين لأنه when هي أصلا عبارة عن أداة ربط تربط بين جزئين من الجملة أو بين جملتين two the verb tense is always the present symbol in both parts زمن الفعل دائما هو البرازنت سيمبل أو المضارع البسيط في الجزئين من الجملة يعني ما استخدم when قبليها بيكون برازنت سيمبل أو بعديها بيكون برازنت سيمبل في الجزئين من الجملة دائما بيكون برازنت سيمبل three in the sentence the when but can come first or second في الجملة ممكن ييجي الجزء تبع when في أول الجملة وممكن ييجي في الجزء الثاني يعني ممكن نبدأ بwhen وممكن تيجي when في منتصف الجملة four all of the sentences talk about something that happens at any time كل الجمل بتحكي عن إشي ممكن يحدث في أي وقت يعني مش في الوقت المضارع في الوقت الحالي ولكن في أي وقت بشكل عام فهي كأنها بتحكي عن حقيقة أو إشي بيصير بشكل عام five the sentence that talks about a rule is three يعني الجملة اللي بتحكي عن قاعدة هي الجملة الثالثة فهذا هو استخدام when لازم نتبه إنه when ممكن تيجي في أول الجملة أو منتصف الجملة بمعنى عندما طبعاً when سواء الجملة اللي قابليها أو اللي بعديها أو الجملتين اللي بعديها إذا إجت في أول الجملة بيكونوا في ال present simple في المضارع البسيط وإحنا شرحنا المضارع البسيط قبل هيك فإذا أي حدا مش عارف إش هو المضارع البسيط بتمنى يرجع للشرح حسيب لكم الرابط في الوصف أسفل الفيديو activity 2 حنيجي نعمل تدريب على when أو استخدام when match sentences but from one to six and a to if write out the complete sentences حنوصل الجمل وحنكتب الجملة الكاملة one when people are embarrassed عندما يكون الناس محرجين لاحظوا ال present simple are embarrassed هنكمل الجملة من الجمل a to if هنختار الجملة e they often go red هم عادة يبدوا لونهم أحمر go red معناها يبدوا لونهم أحمر يعني وجههم بيحمر لما الناس يكونوا محرجين وجههم بيحمر لاحظوا أنه جزئين الجملة في ال present simple في المضارع البسيط two when people are scared عندما يخافوا الناس جملة c they often go white غالبا يبدوا لونهم أبيض go white يعني يبدوا وجههم مبيضا three when people are worried or upset عندما يكون الناس قلقين أو منزعجين جملة f they may sometimes be horrible to their friends في بعض الأوقات قد يكونون مروعين باتجاه زملائهم four when people are surprised عندما يكون الناس متفاجئين الجملة b they may say things like really قد يقولون أشياء أو كلمات like really حقا five when people are pleased عندما يكون الناس سعداء الجملة d they usually look happy هم عادة يبدون سعيدين six when people are excited عندما يكون الناس متحمسون they often shout and jump up and down هم غالبا أو عادة يصرخون ويقفزون إلى الأعلى والأسفل هنوصل هذه الجمال ونكتبهم مع بعضهم البعض هنحط كما طبعا بعد جملة when period four activity one listen and repeat هنسمع ونكرر بعدها رح نيجي لشرح الكلمات نيجي نسمع period four activity one five at first نجد لشارع الكلمات adult بمعنى بالغ It's for adults only هو فقط للبالغين At first في البداية At first I thought he is Ali في البداية اعتقدت أنه عدي Completely بمعنى بشكل كامل أو تام I completely forgot her name أنا بالكامل نسيت اسمها Danger بمعنى خطر Animals are in danger الحيوانات في خطر If بمعنى إذا If you see him Give him this note إذا رأيته أعطيه هذه الملاحظة Immediately بمعنى فورا أو مباشرة She answered immediately لقد أجابت فورا وبشكل مباشر Secret بمعنى سر Details of the exam remain secret تفاصيل الامتحان تبقى سرية Situation بمعنى وضع He was in a difficult situation لقد كان في وضع صعب Trust بمعنى يثق أو ثقة She will not betray your trust هي لن تخون ثقتك Dangerous بمعنى خطير جاية من danger خطر Complete بمعنى كامل منها completely بشكل كامل طبعا adjective و advert Activity 2 Listen and new words from activity 1 حنسمع ونضيف كلمات من activity 1 بعدها رح نيجي لشرح الجمل نيجي نسمع Period 4 Activity 2 and Activity 3 1 What did Manira tell you? I'm sorry but I can't tell you It's a secret 2 How old do you have to be to become an adult? Different countries have different rules but most say you have to be 18 3 How did you get on with the job? I heard it was quite hard at first Yes but then it got easier and everything went very well in the end 4 There are a lot of dangers up here in the mountains at night I agree with you completely It's not safe and we should go down now 5 Please don't get there late If you do we'll be in a very bad situation Trust me I'll be there at the right time I promise 6 It's 5.30 now and the shops close at 6 so we need to go immediately You're right If we don't go now we won't get the things we need 1 What did Monira tell you? ماذا قالت لك Monira I'm sorry but I can't tell you It's a secret أنا آسف ولكن لا أستطيع إخبارك إنه سر 2 How old do you have to be to become an adult? كم من العمر يجب أن تكون حتى تصبح بالغا Different countries have different rules الدول المختلفة لديها قواعد مختلفة but most say you have to be 18 ولكن معظمهم يقولون أنه يجب أن تكون في الثامنة عشر 3 How did you get on with the job? كيف تأقلمت مع الوظيفة؟ Got in with معناها يتماشى مع أو يتأقلم مع I heard it was quite hard at first لقد سمعت أنها كانت صعبة للغاية في البداية Yes but then it got easier نعم ولكن بعد ذلك أصبحت أسهل and everything went very well in the end وكل شيء صار بشكل جيد في النهاية 4 There are a lot of dangers up here in the mountains at night هناك العديد من الأخطار في الأعلى هنا في الجبال في الليل I agree with you completely أنا أتفق معك بشكل كامل It's not safe and we should go down now إنه ليس آمنا ويجب أن نذهب للأسفل الآن 5 Please don't get there late من فضلك لا تصل هناك متأخرا If you do We'll be in a very bad situation سوف نكون في وضع أو موقف سيء للغاية Trust me ثق بي I'll be there at the right time سوف أكون هناك في الوقت المناسب I promise أنا أعد 6 It's 5.30 now إنها الخامسة وثلاثين دقيقة الآن and the shops close at 6 والمحلات تغلق في السادسة So we need to go immediately لذلك يجب أن نذهب فورا You're right أنت محق If we don't go now إذا لم نذهب الآن We won't get the things we need لن نحصل على الأشياء التي نحتاجها Activity 3 Listen and check then practice in pairs حنسمع مرة تانية وحنتضرب على الجمل نيجي نسمع Period 4 Activity 2 and Activity 3 1 What did Munira tell you? I'm sorry but I can't tell you It's a secret 2 How old do you have to be to become an adult? Different countries have different rules but most say you have to be 18 3 How did you get on with the job? I heard it was quite hard at first Yes but then it got easier and everything went very well in the end 4 There are a lot of dangers up here in the mountains at night I agree with you completely It's not safe and we should go down now 5 Please don't get there late If you do, we'll be in a very bad situation Trust me, I'll be there at the right time I promise 6 6 It's 5.30 now and the shops close at 6 so we need to go immediately You're right If we don't go now we won't get the things we need Activity 4 Listen at the picture and Listen to part 1 Answer the questions هنطلع على الصورة بعدها رح نسمع على الملف الصوتي ونجاوب على الأسئلة نيجي نسمع Period 4 Activity 4 and Activity 5 Part 1 Hello Sam Are you okay? Oh Hi Kate Yes Well Sort of okay What's wrong? Nothing Come on Sam You can tell me I'm your big sister No I can't You're worried about something aren't you? Well Yes I am So Why not tell me? I may have the answer I'd like to help You only have to ask No It's okay Really Oh Come on Sam You don't have to shout One Are the people in the picture Friends هل الناس في الصورة أصدقاء No Brother and Sister لا أخ وأخته Two How does Sam feel Worried Embarrassed or scared كيف يشعر سام قلق أم محرج أم خائف He is worried هو قلق Three What does Kate want to do ماذا تريد Kate أن تفعل She wants to help him تريد أن تساعده Five Listen to part two and answer the questions هنسمع للجزء الثاني بعدها رح نحل الأسئلة She thinks of several ideas to help him هي تفكر في العديد من الأفكار لمساعدته But he only likes one of them ولكن هو يحب فقط واحدة منهم Does he think he should هل هو يعتقد أنه يجب هنشوف إش هو هذا الإشيء اللي بيحب يعملوا من هذه الأشياء هنيجي نسمع ونحل السؤال نيجي نسمع Part two Well listen If you don't want to tell me what about telling someone else I don't think I can tell anyone the problem That's wrong and you know it is You're worried and you clearly need to tell someone What about talking to mum and dad Oh no I can't do that Or another adult No It's the same thing again It's a secret so I can't tell anyone You look really terrible You'll have to tell someone in the end I can't Well here's another idea Why not write to Young Times Why not write to Young Times Young Times? What's that? I've never heard of it It's a newspaper for young people I've just started reading it every week But how can a newspaper help me? Well there's always a page called Hello everyone What should I do? What's that about? It's like this People write to Young Times about their problems And then? Then other people read the letter and write back with their ideas Sometimes other readers have been in the same situation and they can really help That sounds quite interesting Perhaps I'll try that Period 5 Activity 3 Help Everyone What should I do? Dear all My best friend and I Tell each other all our secrets And we never tell anyone else That way We can trust each other completely The problem is this He's planning to do something dangerous And it may hurt other people So should I tell his parents? If I do that I'll lose my best friend I really don't want that to happen Worried One Dear worried I've been in the same situation recently And it's hard But you've already said it If you don't do something Bad things really may happen You'll feel terrible if they do So you really should tell his parents In fact You must Karen M 2 Dear worried If you talk Perhaps you'll understand the danger better If that happens I'm sure he'll stop Tom B 3 Dear worried Tell him you're worried Say you won't be friends if he goes on But if that doesn't work Don't tell his parents or anyone else You can never break his trust Alice T 4 Dear worried Clearly You should tell an adult immediately Instead of his parents What about a teacher you both trust? If he's a real friend He'll understand At first he may be angry But in the end Perhaps you'll become even better friends Alan Z Help everyone What should I do المساعدة جميعا ماذا يجب أن أفعل يعني هو قاعد بيطلب المساعدة من الجميع Dear all أعزائي جميعا My best friend and I Tell each other all our secrets صديقي المفضل وأنا نخبر بعضنا البعض العديد من الأسرار And we never tell anyone else ولا نخبر أي أحد آخر That way we can trust each other completely بتلك الطريقة نستطيع أن نثق ببعضنا البعض بشكل كامل The problem is this المشكلة هي He is planning to do something dangerous هو يخطط لعمل شيء خطير And it may hurt other people ويمكن أن يؤذي أناس آخرين So should I tell his parents لذا هل يجب أن أخبر والديه If I do that I lose my best friend إذا فعلت ذلك سوف أخسر صديقي المفضل I really don't want that to happen أنا حقا لا أريد أن يحدث ذلك Worried القلق أو المهموم One Dear worried I've been in the same situation recently يعني في شخص عنا بيرد على هذا الشخص القلق من أنه يخبر أبوي صديقه عن الإشي اللي بده يعمله Dear worried عزيز القلق I've been in the same situation recently لقد كنت في نفس الوضع مؤخرا Recently مؤخرا And it's hard وهو صعب But you've already said it ولكنك بالفعل قلت ذلك If you don't do something إذا لم تفعل شيئا Bad things really may happen الأشياء السيئة حقا قد تحدث You will feel terrible if they do سوف تشعر بالسوء إذا حصلوا They do They بتعود على Bad things So you really should tell his parents لذا يجب حقا أن تخبر والديه In fact you must في الحقيقة أنت يجب أن تفعل Karen M 2. Dear worried If you talk إذا تكلمت Perhaps he will understand the danger better ربما سوف يفهم الخطر بشكل أفضل If that happens إذا ذلك حصل I'm sure he will stop أنا متأكد أنه سوف يتوقف يعني إذا تكلم هذا الشخص مع صديقه وقال له عن الخطر اللي رح يحصل فممكن أنه يتفهم هذا الإشي ويتوقف عن اللي بده يعمل Tom B هذا مرسل الرد 3. Dear worried Tell him you're worried أخبره أنك أنت قلق Say you won't be friends if he goes on أخبره أنكم لن تكونوا أصدقاء إذا استمر بعمله But if that doesn't work ولكن إذا لم يفلح ذلك Don't tell his parents or anyone else لا تخبر أبويه أو أي شخص آخر You can never break his trust أنت لا يجب أن تكسر ثقته أبدا Alice T 4. الرد الرابع Dear worried Clearly you should tell an adult immediately من الواضح Clearly you should أنت يجب أن تخبر بالغا بشكل سريع Instead of his parents What about a teacher you both trust بدلا من والديه ماذا عن مدرس أنتما الاثنان تثقان به If he is a real friend إذا كان صديق جيد أو حقيقي He will understand سوف يتفهم At first He may be angry في البداية قد يكون غاضبا But in the end ولكن في النهاية Perhaps you will become even better friends ربما حتى أنكم تصبحون أصدقاء بشكل أفضل نجل الأسئلة Activity 1 Look at the page below and answer the questions 1. Look at the five tests انظر إلى النصوص الخمسة What kind of text are they all ما هي نوعها من النصوص They are all letters إنها جميع الرسائل 2. How does the first text look different from the others كيف يبدو النص الأول مختلفا عن الآخرين First letter is to everyone الرسالة الأولى هي للجميع The other letters are to worry الرسائل الأخرى هي فقط للقلق يعني للشخص القلق 3. How does the first one end كيف تنتهي الرسالة الأولى And how do the others end وكيف تنتهي الأخريات First one ends worried الرسالة الأولى تنتهي بـ worried يعني الشخص موقع اسمه أنه worried يعني شخص قلق بينما الرسائل الثانية كل واحد موقع على اسمه في الرسالة في نهاية الرسالة 4. From what you know Who made the writer of the first letter be مما قد تعرف من قد يكون كاتب الرسالة الأولى Kate's brother أخو Kate Sam 2. Read and mark the statements true or false هنقرأ و هنشوف إذا الجمل صحيحة أو خاطئة 1. Worried is worried about something he is planning to do الشخص القلق هو قلق حول شيء سوف يفعله طبعا الإجابة خاطئة His friend is going to do يعني صديقه هو اللي رح يفعله 2. Karen M thinks worried should tell his parents 2. Karen M 3. Karen M بالظن أن الشخص القلق يجب أن يخبر والديه طبعا الإجابة خاطئة His friend's parents يعني والدي صديقه 3. Tom B thinks the friend will understand the danger if worried talks to him 3. Tom B يظن أن الصديق سوف يتفهم الخطر إذا 4. Worried يعني الشخص القلق تكلم معه طبعا الإجابة صحيحة L. St thinks the trust between worried and his friend is more important than the danger L. St تظن أن الثقة بين الشخص القلق وصديقه أهم من الخطر أو أكثر أهمية من الخطر طبعا الجملة صحيحة 5. Alan Z doesn't think worried should tell anyone immediately L. Z لا يظن أن worried يجب أن يخبر أي أحد بسرعة طبعا الجملة خاطئة 6. Two people tell worried that they have been in the same situation شخصين أخبروا worried أنهم كانوا بنفس الوضع طبعا الجملة خاطئة بس شخص واحد 1 person 6. Activity 1 Read and find information 6. Read the four answers to worried and complete the table which answers say 7. Which answers say سنقرأ الإجابات الأربعة اللي رده على worried الشخص القرق 8. وحنكمل الجدول 9. Which answers says أي الأجوبة تقول 9. هنشوف إيش الإجابات اللي بتحتوي على هذا الإشي 9. ونحط جنبها صح 1. He should talk about the problem with a friend 10. ويجب أن يتحدث عن المشكلة مع صديق 10. هنشوف إيش الأجوبة اللي بتتضمن هذا الإختراح 11. طبعا الأجوبة الثانية والثالث 12. Why he should talk about it with his friend 12. لماذا يجب أن يتكلم عن ذلك مع صديقه 13. هنشوف إيش الرسالة اللي احتوى على هذه الفكرة 14. طبعا السؤال محلول أمامكم 15. زي ما أنتوا شايفين 13. He should tell his friends parents 15. هو يجب أن يخبر والدي صديقي 16. طبعا الإجابة اللي احتوت على هذه الفكرة 17. هي الإجابة الأولى 17. يعني 3 جوابها 1 18. He can tell another adult 18. هو يستطيع أن يخبر بالغا آخر 19. طبعا الإجابة 4 19. Why he should tell someone 19. لماذا يجب أن يخبر أي أحد 19. طبعا اللي حكى عن هذه الفكرة هي الإجابة الأولى 20. He shouldn't tell his friends parents 21. هو لا يجب أن يخبر والدي صديقي 21. طبعا الإجابة الثالثة 21. He and his friend may become even better friends 22. هو وصديقه قد يصبحون أصدقاء أفضل 22. لإجابة الرابعة 22. Activity 3 23. Read again say what the underlined word means 23. هنقوم مرة ثانية ونشوف إيش بتعني هذي الكلمات 24. One worried 25. If I do that I'll lose my best friend 25. إذا فعلت ذلك سوف أفقد صديقي المفضل 26. إيش معنى كلمة ذات 26. If I tell his parents 27. إذا أخبرت أبويه 27. I really don't want that to happen 27. أنا حقا لا أريد ذلك أن يحدث 27. إيش عايش بتعود ذات 28. I'll lose my best friend 28. يعني ما بده إنه يفقد صديقه 28. You'll feel terrible if they do 29. They عمي بتعود 29. If bad things happen 30. يعني إذا الأشياء السيئة حصل 29. In fact you must 30. في الحقيقة أنت يجب 30. إيش معنى must هنا 31. Till his parents 31. يعني يخبر والديه 31. If he goes on 32. يعني إذا استمر 32. إيش معنى goes on 32. If he doesn't stop 33. يعني إذا لم يتوقف 33. But if that doesn't work 34. ولكن إذا لم ينفع ذلك 35. ذات عايش بتعود 35. Telling him you won't be his friend anymore 36. إخباره أنك لن تصبح صديقه مرة أخرى 36. If you talk perhaps 36. إذا تكلمت ربما 37. Talk عايش بتعود 37. Discuss the problem with him 38. يعني يناقش الفكرة أو المشكلة معه 38. If that has been on the problem with him 38. عايش بتعود that 39. He understands the danger 40. هو يتفهم الخطر بشكل أفضل 39. But in the end 40. عايش بتعود 40. The end 40. أو إيش معناها 40. After he has been angry 41. يعني بعد أن كان غاضما 41. Ten 42. Even better friends 42. يعني حتى أصدقاء أفضل 42. إيش معناها 43. Worried and his friend 43. May become better friends 43. than they already 44. Worried وصديقه 44. قد يصبحوا أصدقاء أفضل 45. مما عليهم الآن 45. Period 7 45. Comply the sentences 45. Read the sentences 45. And guess the missing feeling adjectives 45. أولاً حنقرأ الجملة 46. هنخمن إيش هي الصفة 47. اللي إيه لها علاقة بالشعور 47. اللي ممكن نحطها في الفراغ 48. بعدها 48. راح نشوف 48. الكلمات الموجودة 49. بين الأقواس 49. ونرتبها 49. بشكل صحيح 49. ونحطها في الفراغ 49. 1. طاريك 50. طاريك كان سعيداً جداً 51. عندما وجد ساعته مرة أخرى 52. ريما كانت قلقة للغاية 52. عندما والدها كان عليه أن يذهب للمستشفى 53. هدا كانت محرجة للغاية 53. عندما لم تستطع تذكر اسم الفتاة الأخرى 54. الجميع في الباص كان خائفاً 54. عندما بدأ يتصارع للأسفل في الطريق الجبلي الضيق 55. أثمان كان في الثانية فقط 55. لذلك كنا جميعاً مندهشين عندما بدأ في القراءة يوماً ما 56. سميرا كانت متحمسة للغاية 57. سميرا كانت متحمسة للغاية عندما انضمت إلى فريق قرة السلة المدرسي 57. هنكمل الكلمات من القطعة زي ما انتوا شايفين في عندي adjective وadverb 58. الadverb هو الصفة 58. الadverb هو الحال 59. زي ما انتوا شايفين في كل الجمال الصفة بنضيف لها ly 59. بتصير حال 59. دينجرس دينجرسلي 60. ريسينت ريسينتلي 60. إميديت إميديتلي 60. كليا 60. كليرلي 60. حنكمل الجمل حنستخدم كلمات من activity 2 60. زي ما انتوا شايفين السؤال محلول أمامنا فأنا راح سيبك وتطلو على الحال 61. This letter asks for an immediate answer 62. Well, you'd better write back immediately 2. 3. We haven't seen Hasan for 6 months. Have you seen him recently? No. و أعطي الهبرمي الأكثر كبيراً لديه هو 21هبرم روض 4 لا أعلم بما قالتنا كيفية العمليات أيضاً أنا لا أعلم بذلك لنسألها أن تفكير أكثر قليلاً واحدة منهم. فاحنا راح نحط شرح قواعد اف. وحنرجع للشريح. نيجي للشريح. نبدأ في القاعدة الاولى. وإلها ثلاث صور. الصورة الاولى من القاعدة الاولى. يعني بكون في عندي جملتين. الجملة الاولى فيها اف مع المضارع البسيط. الجملة التانية اي المصدر اي من الفعل. مثال. if it rains tomorrow, I will stay at home. if it rains tomorrow, I will stay at home. اذا امطرت غدا. سوف ابقى في المنزل. نلاحظ ان الجملة الاولى في البرزنت سيمبل. والجملة الثانية تحتوي على will. والفعل في التصريف الاول اي stay. تستخدم هذه الصورة من القاعدة الاولى في حالة الاحداث الممكنة. اي انه اذا امطرت غدا. سوف ابقى في المنزل. فهذا حدث ممكن وليس حدثا اكيدا. نيجي الان لشرح خادة if عنا في الوحدة. حنيجي للقواعد مباشرة. القاعدة الاولى بتحكي لي انه هذه الجمل اللي موجودة عندي بتحكي عن اشياء ممكن ان تحدث في المستقبل. زي مثلا الجملة الاولى. if I do that اذا فعلت ذلك. I will lose my best friend. سوف افقد زميلي المفضل. لاحظوا انه انه استخدمت will اللي هي اللي بتدول على الزمن المستقبل. القاعدة التانية. الاشي المحتمل انه يسير بيجي في الجزء اللي موجود مع if. يعني مثلا زي الجملة الاولى. if I do that. يعني اذا فعلت ذلك. يعني هذا اشي محتمل. ممكن اعمله وممكن ما اعمله. قاعدة التالتة. الجزء اللي بيحتوي على if. يعني الجزء من الجملة اللي بيحتوي على if. ممكن ييجي في البداية وممكن ييجي في منتصف الجملة. القاعدة الرابعة. اللي هو الجزء اللي ممكن يحصل او ممكن ما يحصلش. اللي حكينا انه هذا الجزء بيجي مع if. بنستخدم في الفعل في زمن البرزنت. يعني في الزمن المضارع. زي الامثلة الموجودة عندي. if I do that. لاحظوا انه الفعل do في الزمن البرزنت سيمبل. if he is a real friend. برضو في البرزنت سيمبل. في الجملة الثالثة. if something bad happens. اذا حصل شيء سيء. لاحظوا انه كلمة happens. الفعل في البرزنت سيمبل. فدائما الفعل اللي بيجي بعد if مباشرة. يعني اللي في جملة if. بيكون في البرزنت سيمبل في هذه القاعدة. five. the other part of the sentence uses a verb in the future. يعني الجزء الثاني من الجملة بنستخدم في فعل في الزمن المستقبل. يعني بنستخدم will مع الفعل في التصريف الاساسي زي ما شفنا في الشريح قبل هيك. طبعا زي ما شفنا انه هذه القاعدة من if. بنستخدمها لأشياء محتملة الحصول في المستقبل. يعني اذا نعملت اشي. في اشي تاني ممكن انه يحصل. activity two. write the verbs in the correct forms. هنكتب الأفعال بالتصريف الصحيح. زي ما قلنا بعد if رح ييجي برزنت سيمبل في الجزء التاني من الجملة رح ييجي will مع الفعل في التصريف الاساسي. one. if you talk. اذا تكلمت. perhaps he will understand the danger better. ربما سوف يتفهم الخطر بشكل افضل. بالأول استخدمنا برزنت سيمبل. talk. بعدها استخدمنا future. لهو will understand. two. if that happens. اذا حصل ذلك. i'm sure he will stop. انا واثق انه سوف يتوقف. three. say you won't be friends. if he goes on. لاحظوا انه الجزء اللي بيحتوي على if اجا في الجزء الثاني من الجملة. if he goes on. استخدمنا فيه لبرزنت سيمبل. زي ما هو. ولكن الجزء التاني اللي هو اجا قبليه هاد المرة استخدمنا won't be. يعني استخدمنا will مع not مع الفعل في التصريف الاول اللي هو بي. فما غيرنا من القاعدة ولكن لما تيجي if الجزء الثاني من الجملة بيجي بعديها لبرزنت سيمبل. period 9. activity 1. complete the color rules. اكمل قواعد الالوان. choose from the first part and the second part colors to make true statements. هنختار من الجزء الاول والجزء الثاني الوان عشان نعمل جملة صحيحة. first part of the statement. جزء الاول من الجملة. red and blue. احمر وازرق. red and yellow. احمر واصفر. blue and yellow. ازرق واصفر. red and green. احمر واخضر. second part. brown. bunny. green. اخضر. orange. برتقالي. purple. purple. بنفسجي. when you mix some colors together. عندما تخلط بعض الالوان مع بعضها البعض. mix بمعنى يخلط. you often get new colors. انت عادة انت تحصل على الوان جديدة. for example. you get purple. انت تحصل على البنفسجي. when you mix red and blue together. عندما تدمج الاحمر والازرق مع بعضهم البعض. you get green. انت تحصل على الاخضر. when you mix blue and yellow. عندما تدمج الازرق والاصفر. you get orange. انت تحصل على البرتقالي. when you mix red and yellow. عندما تدمج الاحمر والاصفر. and you get brown. وانت تحصل على اللون البني. when you mix red and green. عندما تدمج الاحمر والاخضر. activity 3. write what tony and lucy are saying. اكتب ماذا يقول توني ولوسي. زي ما احنا شايفين السؤال محلول امامي. فانا رح سيبك وتطلو على الحل. with listen to the poem. and answer the questions. هل هي تقول أنه يجب أن تكون أفضل مثل الأصدقاء نادية وتينا أو أنه يجب أن تكون مثل الشخص العجوز مع أمواله هنيجي نسمع على القصيدة بعدها رح نحل هذه الأسئلة طبعا حلول الأسئلة موجودة أمامكم على اليمين في الأعلى نيجي نسمع The Gift of Friendship by Helen Steiner Rice موسيقى 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 لذلك عندما تسأل الله لكي تسأل الله كذلك إذا أردت، ليس ديمانات، أحبات، أو رجلات، لكن الأحب من الأحب الحقيقيين كما نرى الكلمات هذه معناها بدون حياة طبعاً having no life neither nor طبعاً الإجابة هي B مش A not one thing and not another thing يعني لا هذا ولا هذا bring you معناها give you reach out a helping hand معناها try to help a friend يحاول مساعدة صديق thankful معناها your feeling when you say thank you يعني مشاعرك عندما تقول شكراً activity four mark the words that rhyme A A B B C C and D D يعني راح نشوف إيش هي الكلمات اللي بتنتهي بنفس القافية زي ما إحنا شايفين السؤال محلول أمامنا activity five listen again and check your work in activity four then read out the bone هنرجع نسمع للقصيدة ونتضرب عليها نيجي نسمع period ten activity two activity three and activity five the gift of friendship by helen steiner rice friendship is a priceless gift that cannot be bought or sold but its value is far greater than a mountain made of gold for gold is cold and lifeless it can neither see nor hear and in the time of trouble it is powerless to cheer it has no ears to listen nor heart to understand it cannot bring you comfort or reach out a helping hand so when you ask god for a gift be thankful if he sends not diamonds pearls or riches but the love of real true friends period eleven listen and write down what you hear حنسمع وحنكتب الحاجات اللي بنسمعها نيجي نسمع period eleven activity one one at first Tina was really worried and scared when her younger brother fell and hurt himself badly two Tina is sorry and embarrassed because she was horrible to Nadia and shouted at her when Nadia was just trying to help and support her three Sam and his best friend feel that they can trust each other completely because they never talk about their secrets to other people activity two read the information and do the task what is a topic sentence there are usually several sentences in a paragraph they go with each other because they are about the same idea there is usually a sentence which expresses the most important idea of the paragraph this is the topic sentence topic sentence أو الجملة الرئيسية في الفقرة هي اللي بتعبر عن الفكرة الرئيسية أو أهم فكرة في الفقرة the topic sentence is usually but not always the first sentence in the paragraph topic sentence أو الجملة الرئيسية عادة بتكون في بداية الفقرة يعني أول جملة في الفقرة وهذا الإشي عادة مش دائما other sentences in the paragraph then develop the idea in the topic sentence يعني الجمل الأخرى في الفقرة بتتكلم عن الجملة الرئيسية وبتعززها now read the sentences of a paragraph find the topic sentence and mark it one زي ما إحنا شايفين في عندي ثلاث جمل حنشوف إش هي الجملة الرئيسية حنحطها بالرقم واحد الجمل الثانية حنرقمهم بالرقام اثنين وثلاثة زي ما إحنا شايفين الجملة الأولى my best friend and I tell each other all our secrets صديقي وأنا نخبر بعضنا البعض جميع أسرارنا الجملتين التانيات هما جمل معززة للجملة الأولى اللي رقمها واحد زي ما إحنا شايفين activity 3 choose the correct sentence pass to write the topic sentences for the two paragraphs حنختار الجزء الصحيح من الجمل عشان نكتبه كبداية الفقرات الموجودة تحت زي ما إحنا شايفين سؤال محلول أمامنا فأنا راح أسيبك وتطلوا على الحل activity 4 choose the letter to worried that you agree with most اختار الرسالة للشخص القلق اللي أنت بتتوافق معها أكثر إشي copy and complete the topic sentence حننسخ ونكمل الجملة الرئيسية then copy and continue two more sentences that develop the idea حننسخ كمان جملتين بيعززوا الفكرة طبعا الفقرة موجودة أمامك كو زي ما إنتوا شايفين فأنا راح أسيبك وتطلوا على الحل ترجمة نانسي قنقر build 12 activity 1 في عندي فقرتين طبعا مش مرتبات هذه هي الجمل تبعتهم فإحنا راح نقرأ الجمل ونرتبهم من الجملة الأولى للجملة الخامسة في الفقرة الأولى من الجملة الأولى للجملة الرابعة في الفقرة الثانية طبعا السؤال محلول أمامك كو زي ما إنتوا شايفين فأنا راح أسيبك وتطلوا على الحل أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلوا على الروابط لموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد